يعني اروح مع حضراتكم على خبر اخير النهاردة وهو قدسة البابا توادرس كان موجود في المجر في العاصمة بودابست استقبلته رئيسة الدولة وفي القصر الرئاسي وحفاوة ما بعدها حفاوة اهو رئيسة المجر بتستقبل قدسة البابا توادرس بتطلعه في جولة على القصر الرئاسي وتاريخه واهميته كمكون ثقافي للمجر في بودابست شايفين الاهتمام بالبابا شايفين الاهتمام بالقوى الناعمة شايفين قوة مصر الناعمة وصلة فين وشكلها ايه وبيكتب كلمة في دفتر التشريفات في الرئاسة المجرية طبعا البابا حصل على الدكتوراه الفخرية من اقدم الجامعات المرموقة والعليقة اللي انشأت من مئات السنين وكلها تاريخ طويل في المجر واتكلم الحقيقة البابا توادرس في الجامعة بعد هذه الجولة في القصر واتكلم اهو الكلمة بتاعت قرص البابا قال اود ان اتحدث عن وطني مصر يا جماعة يا جماعة الراجل ده وطني جدا يا جماعة الراجل ده وطني بدرجة امتياز الراجل رايح يتكرم وياخد شهادة دكتوراه فخرية من اقدم جامعة في العالم وهو بيتكلم ما بيتكلمش عن نفسه ما رحش يتكلم عن الكنيسة الارثوسية في مصر ما رحش يتكلم عن الاقباط ما رحش يتكلم عن الشعب المسيحي رايح الراجل بيتكلم كده بالظبط بيقول اود ان اتحدث عن وطني مصر فهو وطن فريد له حضارة تمتد الى سبعة الاف سنة ويقولون البابا بيقول فين في الجامعة في بودابست هو بيتكرم ويقولون ان مصر جاءت ثم جاء بعدها التاريخ الله افتع ليك قدست البابا والله وقال كمان بص بقى بص لما يكون عندك قوة ناعمة واعية بص لما يكون عندك حد وطني دون شروط بص لما يكون عندك حد معجون بوطنية حقيقية بص الراجل راح يتكرم ياخد شهادة فخرية ودكتورة فخرية والرئيسة تستقبله وتشرح له والناس تقبله وتدله دكتورة وغيره وتكلم انا جاي بتكلم عن بلدي بتكلم عن وطني اقدم بلد في التاريخ لقيت تاريخ جه جاءت مصر وبعدين جاءت تاريخ بيقول هذا كلام بص بقول ايه بص الراجل اشار قدست البابا الى بناء العاصمة الادارية الجديدة في مصر وقال تصبح وتصير ارقى مدينة زكية وبها كاتدرائية ميلاد المسيح التي تعد الاكبر في منطقة الشرق الاوسط وتم افتتاحها في 2019 واشار ايضا البابا الى بناء المتحف المصر الكبير الذي يعد اكبر متحف حضاري لعرض الحضارة المصرية القديمة داعيا الحاضرين لزيارة المتحف عاقب افتاحه خلال الشهور القليلة القادمة البابا طوضرس رايح فين بودابست في الماجر في اوروبا ورايح يقول لهم العاصمة الادارية الجديدة اكبر واهم واحدث واحدث بيطلع الكلام منه ازاي وبيأثر قد ايه قد ايه عندنا قوة ناعمة قد ايه الكنيسة بتاعتنا تقدر تعمل شغل جبير جدا دبلوماسية الكنيسة والازهر يقدر يعمل شغل دبلوماسية الازهر يا جماعة عندنا زراعيني من القوة الناعمة اتحدى ان يكون لهم مثيل في العالم مفيش في العالم هادين الجناحين جناح الكنيسة الارزوكسية على رأسها هذا الرجل الوطني حتى نخاع وعلى رأس الازهر الشيخ احمد الطيب هذا الرجل المستنير بقول لي اتنين دول ممكن يطيروا بقوتنا الناعمة يحلقوا في الافاق دمتم في امان الله